دكتور أنتونيو فرح موجود معنا اليوم مستشار لدى المحاكم الروحية أستاذ الجامعي رح نحكي عن نزاع الصلاحيات بين المحاكم الروحية بلبنان أهلا وسهلا فيك دكتور بسهد صباحكم يعني مع كل الأزمات التي نحن فيها اليوم يمكن أوقات في مواضيع حيوية حياتية يومية مش عم يكون عم نضوي عليها مثل ملازب مع كل يعني الأشياء يلي عم بتحوطنا اليوم من أزمة كورونا ولا أي مشاكل تانية ولكن بيبقى أنه على الأرض الحياة مكملة ولو بقلب البيوت ولو بطلنا يعني نحن على الطرقات بقلب البيوت بالعكس يمكن المشاكل عم بصير أكبر وأكبر كمان أما موضوع المحاكم الروحية واللي بتفصل بين بقلب العيلة موضوع شائك بلبنان صحيح للأسف يعني مع جائحة كورونا عم نعاني من سلبياتها وإيجابياتها اللي قطع المرحلة على خير بس إحدى سلبياتها كمان أنها عم بتزيد المشاكل ونزاعات الزواجية بين الأزواج وهذا شي عم بيأثر بمحل معين على الحياة الاجتماعية وعم نعكس كمانا بالمبدأ القانوني على النزاع يعني اليوم وقت واحد بيصير عنده نزاع بمرحلة معينة أول سؤال بنسأل وين بدي أقدم الدعوة بأعتقد هيدا هيدا اللي مهم بالأول أنه ينعرف بالنسبة للكل دكتور نحن قامتا منلجأ للمحاكم الروحية بأي مواضيع منلجأ للمحاكم الروحية بالتحديد مبدئيا صلاحيات المحاكم الروحية هي متعددة بحسب قانون 2254 اللي بيقول أنه كل النزاعات الزواجية ومفاعلة من بطلان زواج وفسخ وطلاء بحسب الطايفة طبعا والنفقة والحضانة والمشاهد والاستحاب ومنع السفر والتبنى إلى أخيره كلها تدخل ضمن إطار صلاحيات المحاكم الروحية والشرعية كمان عند إخواننا بالطواقف الإسلامية والأوانين مختلفة عند المحاكم الروحية أكيد كل طايفة بلبنان عندها أنوى خاص فيها للأسف وبنفس الوقت هذا الموجود اللي يجب أن نتعطى معه حتى نأمن بعض العدالة للعالم اللي بتسأل عن هذا الموضوع بيتحل مشكلتها وبهي دي المواضيع المحاكم المدنية ما قالها أي علاقة ولا أي تأثير بلا المحاكم المدنية عندها علاقة مباشرة بالموضوع إذا بديك بالشق الأول كل شي بيصدر عن المحاكم الروحية من قراراته من أحكام نهائية تتنفذ لده محكمة تنفيذ المدنية يعني دوما الحكم الروحي أو القرار الروحي ما قالوا قيمة تنفيذية إذا ما كانت المحكم المدنية هي اللي عامل قرار بتنفيذه بس فيها تغيره؟ أكيد لا الشيء الثاني بالموضوع هو وقتها اللبنانية بيتزوجوا مدنيا خارج الأراضي اللبنانية بالتالي هيدولة وقتها بيوقع مشكلة بيناتهم بتقدل نزاع زواجة مضطرين يلجأوا للمحاكم المدنية أو محاكم الأحوال الشخصية التابعة لوزارة العادل في لبنان أو للقضاء المدني في لبنان أنت حتى يلاقيوا حالها مشكلتهم إذا الزواج المدني هو خارج الأراضي اللبنانية بيبقى حل النزاعات بلبنان لو كان يعني غير مسجل بلبنان هالزواج أو لازم يكون مسجل كناسيا أو دينيا بلبنان هوني متشعب الموضوع حاجوبك على أول شئ اللي هو موضوع الزواج مدني برات لبنان في حال ها قطي إكزامبل تزوجوا اثنان بأبروس لبنانية وصار عندهم نزاع زواجة تسجل زواجهم بلبنان اللي هو مدني أول شغلة بدوني عملوها يترجموا القانون القانون الأحوال الشخصية المتبع بأبروس بدولة أبروس تحتى المحكمة المدنية أو محكمة الأحوال الشخصية التابعة للمحكمة المدنية بلبنان تنفذ هذا القانون وتطلع أو تصدر حكم بناء على هذا القانون اللي تزوجوا على أساسه القانون الأبرسي في حال سجلوا الزواج المدني بلبنان أما إذا كانوا مزوجين مدنيا وكنسيا وسجلوا الزواج الكنسي بلبنان فبتصير المحكمة الروحية هي المحكمة الصالحة بأنها تنظر بالمفاعل الزواجية حتى يخطوا الحكم النهائي يعني ما بيقود إليه قيمة الزواج المدني العقد المدني قيمة الزواج المدني بتبقى موجودة إذا كان مسجل بالدولة اللبنانية أما إذا ما كان مسجل طبعا ما قالوا قيمة وهلأ في مجال لتسجيل الزواج المدني بالدولة اللبنانية أكيد طبعا عم يتزوجوا برات لبنان وعم يجوا يسجلوا الزواج المدني بالدولة عادة ما في مشكلة الموضوع وساعتها بيكون إذا تسجل بلبنان حتى لو تزوجوا دينيا بيبقى الحكم المدني هو القائم صحيح بالنسبة للحكم بالنسبة للزواج الديني حتى لو فيه زواج مدني وحتى لو تسجل الزواج المدني بلبنان من الناحية التنفيذية لازم الزواج المدني ينبت بمفاعل ولدى محكمة مدنية حتى يقدروا يتزوجوا وينزل على أيضا اللي بالدولة الحالة الجديدة اللي هني فيها أما الزواج الديني فبتظل قيمته روحية لا لأنه هذا الشخص ذاته إذا أراد أنه يتزوج لدى المحكمة أو لدى المرجع الكنسة اللي يتزوج عنده ما بيقدر يتزوج مرة تانية إلا ما يستحصل على حكم من المرجع الديني تحتى يقدر يقدم على هذه الخطوة مرة تانية طيب يعني هون بدوا يكون بالمراجع الروحية والمراجع المدنية تنيناتهم بدوا يكونوا يعني لهم علاقة بوقتها صحيح بس القيم التنفيذية للحكم هو الحكم اللي مسجل بالدولة أو بالنفوس نعم دكتور أنت بيكون في نزاع بين المحاكم وشو بتعني بنزاع بين المحاكم الروحية هو نزاع ما بيعني نزاع يعني اتنان عم يتقاتلوا مع بعضهم بالقانون أو عم يتدعيوا على بعضهم هو بيعني نزاع الصلاحيات بيعني أنه لمين الصلاحية بتكون بالبد بالدعاوة الزوجية ببعض الأحيان بيصير فيه مشاكل مرة هذا الموضوع يعني إذا اتنان أورتودوكس تزوجوا بتنقل منطقة الشمال ورجعوا سكنوا بعد فترة ببيروت القانون بيقول المرجع الصالح للبت بالمفعيل أو النزاعات الزواجية اللي صايرة بينتون هو يا مكان الاحتفال بعقد الزواج يا مكان محل سكن الزوجين اجت الزوجة قدمت دعوة ببيروت وبنفس الوقت الزوج قدمت دعوة بالشمال السؤال هون لمين الصلاحية بتكون عم تعتمد بالمحاكم الروحية مين قدم الدعوة قبل يعني اليوم بيشوفوا التاريخ تاريخ تقديم الدعوة إذا متقدم الدعوة بأبرشيد بيروت عم بعطي على سبيل المثال قبل أبرشيد ترابلوس بالتالي بتصير محكمة أبرشيد بيروت هي اللي تنظر بالدعوة أما بالنسبة للمحاكم الكاتوليكية كمان القانون هو واضح وقت بقول الكاتوليكية بعنم وارنة والتواقف الكاتوليكية كلها ضمنا كمان القانون بيقول مكان الاحتفال بعقد الزواج هو المرجع الصالح أو محل ساكن الزوجين المشكلة اللي عم بتصير اليوم وSomething عم بيوجهها المتداعين والمحامين ببعض الأحيان إنه الأبرشيدات ما عم بتطبق كلها نفس القاعدة القانونية يعني فيه أبرشية بتقبل محل ساكن الزوجين فيه أبرشية ما بتقبل إلا مكان الاحتفال بعقد الزواج فيه أبرشية بتقلك بمحل معين أنا بدي أرجع لمين عطل إذن تحتى يتم هذا الزواج بالتالي لازم يكون في نوع من التحيد بين الأبرشيات بالطريقة القانونية السليمة تحتى الناس كلها تتبع القانون بالمادية اللي يبطل الصلاة واضح أنه بيقولوا لأ أنت لازم تكون مش هون بمحل تاني يعني بس هيدا يعني مين رح يحكم ولكن القانون نفسه صحيح هلأ إذن بمحل معين القانون منه راضي الأبرشيات أو المرجع القانوني بمحل معين بيقدر يعدل القانون بس هم يحدد بطريقة واضحة حتى الناس ما تعاني من مشاكل زاد لأنه أصلا هو الموضوع بحد زاده مشكلة قائمة على الأشخاص وما بيعودوا عارفين كيف بدون يخلصهم القصة اليوم كمان يعني في كتير منسمع بأشخاص بيغيروا مذهبهم أو طيفتهم أو حتى ديانتهم لحتالي يكونوا عم يقدروا يحصلوا على طلاق أو فسخ الزواج هل هالشي يعني مسموح بالقانون اللبناني بالقانون اللبناني حريط المعتقد هي قاعدة بكرسة دستور والقانون ما حدا فيمنع أي مواطن لبناني من تغيير طايفته أو مذهبه أو دينه هيدا شي بيرجع له ولكن وقته الموضوع عم بيصير بهدف إذا بدك السرعة بإنهاء النزاع الزواج هيدا بيصير شئ تاني بالموضوع يعني اليوم وقته اتنين كاتوليك بيروحوا بيعملوا أرتودوكس حيالة طايفة تانية حتى يقدروا يخلصوا النزاع الزواجي بايتهم بطريقة سريعة هي خفت كتير حتى صار فيه اتفاقات بين الكنيس عن الموضوع وصارت بحكم المعدومة فينا نقول ولكن إذا صارت بمحل معيان ما بيعود يقدر الكاتوليكي يرجع لطيفته الأساسية من جديد إلا ما يرجع يلجأ للمحكمة الكاتوليكية تحتى تصدر له حكم بطلان زواج تعقساسه يقبلوه من جديد بالطيفة اللي هو فيها يعني بتكون المواضيع معادي أكتر وأكتر بمحل معيان أما بموضوع الأولاد والوصاية على الأولاد بنعرف أنه كمان بيختلف من محكمة للتانية وهون كمان عم بي فيها مشاكل إنما لما بيكون الزوج والزوجة من طيفتين مختلفين اللجوء دايما للمحكمة الزوج طبعا يعني لمذهب أو طيفة الزوج بلبنان صحيح؟ لا وقتها بيكون في خلاف على النزاعات الزواجية ومن ضمن موضوع الوصاية أو الحضانة مثل نبتقص دي حضرتك نعم مش بالضرورة اللجوء لمذهب الزوج اللجوء دايما بيكون للمرجع اللي احتفل بعقد الزواج يعني إذن شاب أورتودوكسي وصابية مارونية تزوجوا وتزوجوا عند الموارنة مع أنه هو أورتودوكسي أي أن يزيع زواجة بيناتهم بيصير هني مضطرين يلجقوا للمحكمة المارونية اللي البنة تنتمي للطايفة التاب على قلة لأنه المرجع هو المرجع اللي احتفل بعقد الزواج يعني هذا بيكون بالقبول من قبل أكيد يعني بيكون الشاب قابل أنه يتزوج بكنيسة مش بطايفته أو مش بكنيسته اليوم وين المشاكل على الأرض اللي بتنشأ لما بيكونوا شخصين متفقين على فسخ الزواج أو طلاء نحن منقول طبعا بالكنيسة في بطلان وفسخ وطلاء وإنهم مختلفين عن بعضهم كليا بس لما بيكونوا اتناتهم متفقين على الطلاء بيضل في أزمة أول شيء المبدأ القانوني بالموضوع اللي لازم نفهمه دايما وقتا بيجوا تنام بدون يطلقوا ما بيقدروا يقولوا نحن متفقين نطلق بيقدروا يقولوا نحن متفقين على حل المفاعل الزوجية بيناتنا يعني بيقدروا يعملوا اتفاق على موضوع النفقة على موضوع بدل السكن على موضوع المنزل الزوجة على موضوع الحضانة على موضوع المشاهد والاستحاب على موضوع التعويض على سائر المواضيع التانية اللي بتعلق بمفاعل المادية ولكن ما بيقدروا يتفقوا على مبدأ أنه نحن جايين نطلق وانتهى الموضوع هذا الموضوع المحكمية بتحدده بناءً لوجود سبب قانوني وجيه حتى بالزواجات المدنية يعني بالزواجات المدنية بالعالم عكس ما كل الناس مفكرة وشائع بدوا يكون في سبب قانوني حتى يقدروا اتنين يطلقوا أو ينفصلوا عن بعضهم إلا ببعض الحالات النادرة جداً اللي مش موضوعنا نحكيها هلأ فإذا وقت اتنين بدوا يلجأوا للمحكمة ويكونوا متفقين على المفاعيين المادية ولكن المحكمة بيضل إلى هي الصلاحية بالنظر بإذا كان فيه سبب قانوني وجيه لأعلان فسخ أو بطلان أو طلاق بحسب الكنيسة أو لا بعود هذا شيء برجع له فإذا اليوم كنا نحكي قبل شوي عن الزواج المدني والزواج الروحي تنقول بلبنان ممكن نكون فيه زواج مدني بالخارج وزواج روحي بلبنان بدون تسجيل بالمحاكمة الروحية أكيد أنا اضطرقت الموضوع قبل بس هارجع واضحهم جديد إذا اتنين مزوجين برات لبنان مدنياً وحبوا يعطوا طابع أسراري لزواجهم يعني يكون فيه طابع روحاني لزواجهم بيقدروا يتزوجوا بالكنيسة ولكن إذا المدني مسجلينه بالدولة صار الزواج الكنسة بمحل معين موجود وصار عندهم سر زواج مثل ما المسيحيين بيأمنوا ولكن أي نزاع بيطرق بيناتهم بيرجع للمحكمة المدنية الحق بالبط بالمفاعل الزواجية تبع هذا الموضوع هيدا يعني أمر مسلم فيه ما فيه نقاش أبداً نعم اليوم فإذا لما بيكونوا الزواجات من ديانات مختلفة وين بتكون المشاكل كمان هيدا نقطة كتير مهم اللبنانيين يعرفوها لأنه في ضياع أو في إذا بدك قلة سقافة قانونية بمجتمعنا اليوم عكس ما الكل بيفكر دايماً تعرفي بمجتمعنا بيقولوا الكاتوليك هيك مش هددين أكتر والأرتودوكس أرخى وأهيان هذا شي مش صحيح لأنه الأرتودوكسي ما بيحق له يتزوج من دين آخر نعم يعني أي أرتودوكسي بده يتزوج من غير دين يعني من الدين الإسلامي أو اليهودي أو غيره مضطر المسلم أو اليهودي أو غيره أنه يتعمد ويقتبل الانتماء للديان المسيحية نعم مش ضروري أرتودوكسي ولكن لازم يكون مسيحي حتى يقدر يتزوج الأرتودوكسي بكنيسته أو الأرتودوكسي بيغير أو الأرتودوكسي طبعاً وعنده الحق بينتمي لل إذا كانت أرتودوكسية بتزوج شاب مسلم فيها تبقى أرتودوكسية وعند الإسلام بيقبلوا هذا الموضوع فيها تعمل عقد زواج عند التواقف الإسلامية مع مسلم ولكن لا ترث وبعض الأحيان الحضانية بتكون لقلة بموضوع الأولاد أما عند الكاتوليك وهذا شيء ملفت جداً ومش معروف كتير أي كاتوليكي لأي طائفة كاتوليكية انتم بيقدر يتزوج من غير دينه يعني مسلمة نعم وبتبقى المسلمة مسلمة وبتحتفل بعقد زواجها معه بالكنيسة الكاتوليكية عندها شرط واحد بتتعهد تعهد وتخطي بتربية الأولاد تربية كاتوليكية ولكن الكنيسة الكاتوليكية لليوم بحسب مجموعة قوانين الكنائس الشرقية بتحترم المعتقدات التانية والأديان الأخرى وبتسمح لهم يبقوا على دينهم ويقتبلوا سر الزواج بالكنيسة الكاتوليكية فإذا الشريكة الشريك أو الشريكة اتنين الرجل اول مرة اذا الشاب او البنت نعم بيقدر يكونوا عم يتزوجوا من ديانات اخرى ولكن تربية الأولاد لازم تكون مطلوب انها تكون كاتوليكية بالإجمال صعب على الشاب مجتمعنا بتعرفي يعني يوم وقتها صابية او بنت كاتوليكية بتزوج شاب مسلم كتير صعب انه الشاب يتعهد تخطي بتربية اولاده تربية كاتوليكية لانه بيعتبر انه هو بمجتمع شرقي بالتالي لازم يكون اولاده تابعين للطايف او الدين طبعه ولكن الرائجة اكتر هي انه المسلمة فيها تبقى مسلمة وتتزوج عند الكاتوليك انا عم ضوّع عن نقطة كرمال تبتورك عند الكاتوليك لا هلا بحكي عن الموضوع لأ انه الكنيسة الكاتوليكية تحترم المعتقد الاخر والدين الاخر وبتترك الحرية للشخص اللي بده يتزوج عنده انه يعمل مسيحي او يبقى على دينه اسلامي او غير اسلامي رجل او مرأة صحيح موضوع التوريس بهذه الحالة كمان لا يصح يعني اذا بقيت مسلمة وتزوجت كاتوليك لا ترس واذا صارت كاتوليكية اكيد ترس بصير طبعا صار في ابدال دين مثل اي كاتوليك صحيح اليوم بهذه الظروف اللي نحن فيها على الارض وين المشاكل يعمل بتبين وهل اصلا المحاكم الروحية وحتى المحاكم المدنية عم تقدر تستقبل دعاوة هذه مشكل كتير كبير اليوم عم نعين منها بالوضع الحالي يعني اليوم تعرفي مع جائحة كورونا البلد كله لوكداون وسكر وهذه مش اول مرة صارت عم تصير كتير يعني اضافة لبعض الاحيان الاصابات اللي عم بتصير بالمحاكم من وراء التخالط او من وراء عجق الناس ومشاكلها اللي بتخلصها يعني انا بدعي شخصيا اصحاب الغبطة واصحاب السيادة انه ياخدوا ارار معجل مع التكنولوجيا الموجودة مثل ما عم نشوف نحن انه كل المؤسسات الكاتوليكية او المسيحية هي مدارس والمدارس والجامعات كلها عم بتتبع نظام الانلاين يعني عم يقدروا يدرسوا اونلاين وعم يتابعوا الموضوع بالتكنولوجيا الموجودة حاليا مشان هيك انا بدعي الدوائر الانونية كلها سوى التابعة للمحاكم الروحية انها تقدم على هالخطوة وتعتمد الانلاين بتعيين الجلسات على قليل الاستجوابات للأزواج او للشهود او غيره كرمالتها ما يضلوا على النطرين وعم بت يعني لحقوا يبدوا ملفات لانه عم تعجق جلسات كانت تجاه مقررة وتأجلت وجلسات جاية بعدها والعالم يعني بدأ خبرية حتى تبكي وتقول انه ما عم بقدر خلص موضوعي بسرعة او بالطريقة يعني اليوم بما انه يعني مبينة حالتنا مطولة شوي يعني حتى بعد اللقاح حالتنا كمان يعني عنا سنة مبدأة قليلة فما فيها كل المشاكل خاصة المشاكل الزوجية تكون معلقة لانه في عيال عم بتعاني بهالوقت في ولادة عم يعانوا كمان يعني يفترض بالمحاكم الروحية مع كامل الاحترام والمحبة والتقدير لأصحاب الغبطة والسيادة والقوضات الموجودين والمحامين والكل انه يكون في غرفة للأمور المستعجلة تبت بمواضيع النفقة بمواضيع الحضانة والحراسة والمشاهدة والاستحاب بنفس الوقت يعتمد آلية الأونلاين بتعيين الجلسات الاستجوابات والشهود والأزواج وغيره ناخد اتصال ونرجع نتابع ألو بحياتي بدي أعرف إذا شخص شيعي تزوج من ست سنية وما تسجل الزواج بالمحكمة بيقدر هيدا الزواج شوه مدني يعني ما تسجل بالمحكمة أول خطوة ما دام بالموضوع أنه الزواج يتسجل يعني هي بتقدر تسجل الزواج حتى لو ما تسجل من بعد منها بتقدر الطالب وطرف من الطرفين بيقدر أي طرف من الطرفين بيقدر يسجل الزواج من بعد ما يتسجل الزواج بتقدر تطالب بكامل حق من ضمن موضوع القرس نعم دكتور كمان اتصال بيقول أنه فإذا شخص بيعتقد مسيحر أنا صحيح ترك البيت مطلق ولا كان في محكمة ولا شي إنما غير دينته رحلة دين الإسلامية وتزوج مسلمة شو بيكون الوضع هون هدا شرعي هالزواج أول شي بدنا نعرف شو طيفته حتى نحدد شو القلية المتبعة بالموضوع هلأ هجاوب عن جنرال بالموضوع نعرف الطيفة رانا حتى لو مش معروف الطيفة أكيد هذا زواج شرعي لأنه عند المسلمين مبدأ تعدد الزواجات موجود بالتالي هو مسيحي شو ما كان تكون طيفته أبدل دين ولا مسلم نعم وعقد زواج تاني يعتبر هذا الزواج زواج تاني ولكن الزواج الأول تبقى المرجعية للبت بكامل مفاعله للمحكمة الروحية اللي عقدته للمحكمة الروحية التابعة للمرجع اللي عقده حتى لو عمل مسلم وتزوج مرة تانية يعني هو زواج تاني عند الديانة الإسلامية ولكن بدون يفهم رجال بمجتمعنا أنه خطوة الزواج التاني عند إخواننا بالطواقف الإسلامية مبتع فيهم من مسؤولياتهم المحتم عليهم والناتجة عن زواجهم الأول كما الاتصال ألو ألو يا هلا تفضلي ماذا بدي اسألك إذا واحد مسيح نجوز واحدة مسلمة عند الإسلام بده يرجع يتجوز بالكنيسة وشو بده يعمل هذه بعد فترة يعني عم يرجع يتزوج بالكنيسة يعني إله سنتين هيك مجوز عند الإسلام وهلأ بده يجوز عند المساقين أول سؤال أبدل دينه لمسلم أو تزوج بدون أبدال دين يعني نفذ يعني على إخراج أيضو صار مسلم أو تزوج بدون ما يبدو دينه لكن دل مسيحي بس تجوز هيك طيب أول شغل كمان السؤال تاني شو طيفتو كاتوليكي أو أرتوديكسي ماروني ماروني أول شغل اللي بدو يعملها بدو يطلق عند الإسلام بدو يرجع من بعض مننا يرجع على المحكمة الروحية المارونية يقدم دعوة بطلان زواج يستحصى على حكم بطلان زواج ومن بعد مننا بيروح على الأبرشي اللي تابع لقلا بيطلب استرحام من المطران طبعا الأبرشي اللي بيوفق له على أبوله مرة تانية بالطايفة وعودته عن الغلط اللي عمله كتار الاتصالات دكتور رح نهد كمان اتصال يعني هيدا بس تكيد على حديثك أنه ضروري يكون اليوم العلاج والتعامل أونلاين بهذه الظروف لأنه المشاكل لقاحات كورونا ألو ياهلا تفضل تفضل دكتور عميسمان دكتور أنا أرتوديكسي أنا بدي يطلق يصلي عشر سنين وكل شوي ما في مش مش أنا وياها مش متفقين عشر سنين كل واحد لواحده لآخر مرة روح يقول لي يروح عمو المسلم لتطلق وهيك كيف أنا بيصلي عشر سنين هجل وقت وليدي أنه مش متفقين آخر شي لحصار الطلق رح تعملك مسلم وطلق كيف أنا بقى بتكون أنا مسيحي لأرجع بطلق لإسلام وماتي لألك على فكرة هذا السؤال شكرا لك في شي مش واضح بالخبرية فهيس حجاوبك على الموضوع بحسب أحكام أوانين الأحوال الشخصية عن الطائف الارتوكسية إذا كنت أنت روم أرتوديكس واللي مبين هك في مادة قانونية بتسمح بفسخ الزواج بحالة الإهمال يعني إذا كانت هذه العلاقة من قطعة بينك وبين زوجتك لمادة ثلاث سنين متتالية في إهمال زوجي يعني في انقطاع المعاشرة الزوجية من تاريخ ابتداء النزاع بينتكن أو تقديم الدعوة تحتسب ثلاث سنين وعلى أساسها بتصير المحكمة ملزمة أن تصدر حكم بفسخ الزواج وهذا شيء المستغرب بالموضوع أول شغلة تحتى الحل مشكلتك بدك تشوف محامة إذا عن جد متفقين أنت ومدامتك على المفاعل الزوجية التانية بتروح على المحكمة المحامة بيقدم الدعوة دعوة فسخ الزواج وعم بتقول في عشر سنين إهمال تقريبا أنا أو تركين بعد كون بالتالي يوجد في مشكلة قانونية حتى تخلص الدعوة وأنا باستغرب الكلام حتى لو مش متفقين بيضل الخلاف على المفاعل المادية يعني عن نفق وعلى التعويض وعلى غيره ولكن أساس الدعوة اللي هي الفسخ بينحكم فيها أنا باستغرب بيكون أي مرجع ديني أقول لو روح عمو المسلم وخلص بس هذا الحديث اللي عم تحكي دكتور عند الأورتودوكس صحيح بغير محلات رح يكون فيه غير تعامل إذا كان فيه محامة عم بيتابع الموضوع وفيه سبب قانوني واجه بعتقد لا عم بحكي عمدة الوقت يعني لما بيمروا هل قد وقت عند الأورتودوكس بيصير مقبول عند غير طوايف كمان مادام كاتيا بدي أقول لي شغلة كتير مهمة اليوم أداة اتنين بيكونوا حضاريين مع بعضهم بالتعاطي بالموضوع وقد ده بيكون عندهم سقافة أنهم يحلوا القصة بسرعة وبيتفقوا على المفاعيل المادية ما بيعود الملف أو الدعوة تاخد وقت بالمحكمة الروحية إذا كان في سبب قانوني برجع عيد لأنه ثلاثة رباعة دعاوة عم تاخد وقت طويل بالمحاكم وعم تفكر الناس أنه المحكمة عبالة تمط بالعالم أو تعذب الناس وإذا شي بأغلب الأحيان مر صحيح لأنه هن عم بيكونوا عم يعمنوا نزاعات عموضوع النفقة عموضوع الحضانة عموضوع المشاهد والاستحاب عموضوع منع السفر أنت تخيل أنه في دعاوة بعض الأحيان بيختلفوا على ليس دومارياج يعني أنه في دعاوة بتتقدم شو في السخافة أنه كام كبايت ستانلس وكم ملع قد يكون في حضارة وتعاطي بين الزوجين لحل مشكلة الطريقة حضارية وسريعة برجع عيد قد يكون الملف ما بيأخذ وقته وبيخلص بالطريقة الصحيحة والسريعة تمام اتصال ألو ألو تفضلي ألو شو سؤال إذا كان عند الزواج بأبروز مدل أول شي وبعد شهرين ثلاثين عمل بالكنيسة هنا بالكنيسة وصار في حادث أي مرجع اللي بده يرجع الله أخذ أي زواج تسجل مدان أي زواج تسجل بالدولة عم تسمعينه الزواج الكنسة هو اللي تسجل بالدولة اللبنانية زواج المدني ما تسجل بالدولة اللبنانية وإذا ما تقول الحادث يعني مشكل توفى الزوج توفى الزوج تلجأ إلى المحكم الروحية هلأ إذا كان عندهم امتلاكات تخليك معي حتى تنتبهي له إذا عندهم امتلاكات بالدولة اللي تزوجتوا فيها مدنيا بتقدر ترفع دعوة بالدولة اللي مسجل فيها الزواج مدنيا أو تزوجتوا فيها تحطى الطالب للحوء الإرسي هناك ولكن في لبنان المرجعية للمحكم الروحية بكامل المواضيع والمفاعيل المادية والقرسية أهلا وسهلا فيك هون يعني كمان بدنا نتطرق لموضوع الجنسية كمان إذا الجنسية مختلفة كمان لوين منرجع ما العلاقة دايما المرجع بالقانون وين نعقد الزواج يعني إذا كان زواج مدني عقد برات لبنان باليونان بغض نظر على الجنسيات وفيه هونيك حياة زوجية كانت فيه امطلقات بتقدر الزوجة أو الزوج في حال حدوث وفاة مثل هذه الحالة تروح الطالب هونيك بحقه أما بلبنان فالزواج المسجل بالدولة هو الزواج المعترف فيه واللي بيصير على أساسه حل النزاع الزوج بعدنا إذا الجنسية لبنانية إذا اتنين لبنانية وعملوا زواجهم المدني والروح بالخارج بيتسجل الزواج الكنسي أو روح بالبنان ولا بيتسجل بالخارج يعني إذا تزوجوا برا مدنيا وعملوا زواج كنسي كمان برا ما فيه مرجع آذن للاحتفال بعقد الزواج إذا كانت الكنيسة المارونية بأبروس أو باليونان هي العقد للزواج بتصير كمان إذا تسجلوا زواج الديني بلبنان المرجع المارونية هي اللي بتبقى مفاعل الزواج مهم وين بيسجلوا صحيح أهلا وسهلا فيك بعد عن اتصالات ناخد اتصال أهلا وسهلا فيك تفضل بس سؤال إذا مثلا الزيج عند الدين الإسلامي عند أحد الطرفين كان مثلا البنت أو الشاب كان مسلم والتاني كان مسيحي لازم يكون اللي بده يتزوج على الدين الإسلامي يكون مثلا إذا الشاب بده يعمل مسلم ما بيزوجه إذا ما بيستشهد بقول له أشهد أما البنت كمان بده تستشهد تسهير مسلمية إذا مسيحي ما بيخليه على دينه مضبوط ولا لا يا أستاذ نحنا كنا عم نحكي بشكل واضح على موضوع تاني ولكن حجاوبك على الموضوع الفتاة المسيحية غير ملزمة عند عقد الزواج عند التواقف الإسلامية بإبدال دينا بتقدر تبقى مسيحية ولكن تحرم من الحقوق الإرثية وبعد الأحيان من موضوع الحضاني بيرجع تقديره للقاضي بعدين القاضي الشرعي إذا بيحرمها أو لا أما الشاب المسيحي اللي بده يتزوج عند إخواننا بالتواقف الإسلامية طبعا فهو مضطر أنه يصير مسلم بعد اتصال أخير ما بقى معنا كتير وقت تفضل ألو ألو تفضلي بدي أسأل في حال أنه اتنين موارنة هو معه جنسية أمريكانية جوزوا بالبنان دواج كنسة بعدين راحوا تزوجوا زواج مدني إنه سجلوا دواجهم بعدين هو صار في مشاكل تطلقوا بيبعت لهون بتصير هي مطلقة بالقيود المدنية مظبوطة هالشي هيدا مظبوط بدنا نبلش ستاب بستاب تزوجوا هن اتنين موارنة تزوجوا بلبنان أو بأمريكا هنو زواج كنسة تزوجوا بلبنان كنسة نعم ومدنيا تزوجوا بأمريكا مدنيا سجلوا سجلوا لأنه هن رح يعيشون هونيك سجلوا زواجون بأمريكا اي اوكي بعدين نعم بعدين هو صار في مشاكل وهيضا طلق بعث لهوني رجعت هنا مرة على لبنان عم بتطلع إخراج آد طلع أنه عنده مطلقة بإخراج الآد فإذا اللي بيكون عامله الزوجه هي مش عارفة لأنه بأغلب الأحيان وقت اتنين بتزوجوا معاملات تسجيل الزواج بتوقع لعاتق الزوج يعني بطريقة طبيعية لأنه هو بتعاطب الموضوع أكتر اللي بيكون عامله الزوج بهالحال الزواج المدني اللي تم بأمريكا مسجلوا بلبنان تعالى أساسه قدر شطب اسمع عن خانته بعد ما ستحصل على حكم طلاء مدني بأمريكا وصل الجواب مدام فإذا مسجل بلبنان هالزواج المدني بتكون السيدة مش عارفة دكتور أو في حال أو يمكن لجأ للمحكم الكنسية المارونية بأمريكا واللي عندها صلاحية تعمله حكم بطلان زواج ونفذ ورجع بلبنان دكتور أنتونيو فرح مستشار لدى المحكم الروحية أستاذ جامعي شكرا لوقتك والمعلومات شكرا لألكم ونرجع نتابع